اجتماعان جوهريان استضافهما رئيس الجمهورية برهم صالح للرئاسات الثلاث كان اولهما مع قيادات الحجد الشعبي والثاني مع عدد من القيادات الوطنية في ظل التطورات الاخيرة والمتمثلة باستهداف عدد من مخازن اسلحة الحجد ومواقعه الاجتماعان عقد في وقت وظروف بالغة التعقيد مع تضارب الانباء والتحليلات بشأن الجهة المسؤولة عن حالات القصب الاخيرة والخيارات المتاحة امام الموقف الرسمي العراقي من تلك الاستهدافات لضمان سلامة البلاد وشعبها من جهة والمحافظة على سيادة البلاد من جهة اخرى المشاركون في الاجتماعين اجمعوا على الاشادة بالدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحجد الشعبي الى جانب باقي تشكيلات القوات المسلحة في معارك التحرير ودحر الدواعش والارهاب واكدوا ان الاعتداءات التي تعرض لها الحجد مؤخرا تصب في مجرى محاولات جر الحجد ومنظومة الدفاع الوطني الى الانشغال عن دورها الاكثر اهمية وهو القتال حتى القضاء على اخر فلول داعش الارهابي وانهاء خطره على العراق وباقي البلدان المشاركون في الاجتماعين شددوا على ان سيادة العراق وسلامة ابنائه خط احمر واهمية متابعة اجراءات الحكومة المتخذة بصدد المؤشرات المتوفرة عن تورط خارجي بالاعتداء على المخازن المستهدفة الحاضرون ادانوا الاعتداءات بما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة العراق لافتين الى ضرورة دعم الحكومة في اجراءاتها لحماية السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية واتخاذ جميع الاجراءات عبر القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والاقليمية الاجتماع الثاني شهد توافقا وتأكيدا على عدد من النقاط كان من ابرزها احترام مرجعية الدولة والتقيد بها والالتزام بوثيقة سيادة القانون المتفق عليها مسبقا وعدم الانجرار لسياسة المحاور ورفض تحول العراق الى ساحة حرب او منطلقا للاعتداء على دول الجوار المجتمعون وفي تقديرهم للحجد الشعبي اكدوا على كونه جزءا من منظومة الدفاع الوطني ويأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة بما يؤكد اهمية الالتزام بتنفيذ الامر الديواني وادارة مخازن الاسلحة حسب السياقات المتباعة في الدولة ومن خلال اجراءات سليمة وتحت مظلة المنظومة الدفاعية واوامر ومتابعة القائد العام وفي شأن علاقات العراق الدولية تم الاتفاق على متابعة الاتفاقيات والتفاهمات مع التحالف الدولي وبما يساعد على الابقاء بالتزاماتها تجاه سيادة العراق واستقلاله وأمنه وسلامته